بازين نتكلم فني شوية كابتن عبدالله كان في تصريح للمدير الفني لوداد المغربي سيفين فاندنبرج كان بيتكلم فيه على ان هو كان المفروض يعني في المؤتمر الصحفي كان بيقول ان هو حيلعب على اجناح اجناحة النادي الاهلي وحاول ان هو يلعب يعني يسقط وراء الاجناح عشان يحجم الاجناحة بتاعة النادي الاهلي حاول يعمل ده في مطش الاياب وفشل زي ما شفناه حاول يعمل ده في مطش العودة وينجح عن طريق الجزء الخاص بي علي معلول بس تقريبا المنضوع يعني ما استمرش زي ما هو عايز ماكملش يعني انبارح حاول يعمله في مطش الزهابي اللي كان هنا لا ما عارفش يعمله لان حسين وبرس تاو كانوا مقديم شكل كويس جدا فقدروا يوقفوا الجناحين بتاهم او الباكين بتاهم انبارح في بداية المطش عملها مراتين او ثلاثة من وراء علي معلول الباك رايد تلع اربع مرات عمل ثلاثة كورسات وخد الفولات اللي هو عايزها حد اما جاب الجوه بعديها بشوية حسين الشحاد بدأ يرجع مع الباك فمعرفش عملها لما حسين التزم مع الباك رايد بتاعهم معرفش عملها خلاص معلول خدد الهاف بتاعهم سواء دخل جوه او طلع لبرة معلول واقف معاه حسين نزل قفل الحتة دي معرفش عملها تاني بقت صعبة بالنسبة له فبعدها يحاول يخش يختارك من العمق وتقفلت فهي ميزة الوداد في الكورة السابتة او الكورة عرضية طول ما فيه كورة سابتة او الكورة عرضية الوداد بيبقى خطر جدا لانهم عندهم فرود واثنين سرتباكات طوال وبالعبوا دماغهم كويس جدا فهي دي الميزة بتاعتهم هم كانوا بلعبوا عليها مبارح شوفنا في اخر المطش قبل حتى كمان ما كان رمي ربيع ينزل في دياء 85 اللي هو الكل في الكل كانوا بلعبوا الكروسات او البساط الطولية لمنطقة جزاء النادي الاهلي تقريبا ولا كورة اللبس ناء كورة او كورتين ولا كورة ظفر بيها اي من لعيبة المهاجمين بتوع الوداد كان كل الالتحامات الجوية على رأي المعلق الرؤوف خليف كان بيقول يعني السيطرة بتاعت الاجواء منطقة الجزاء النادي الاهلي لكل مدافعي النادي الاهلي سواء ياسر او عبد المنعم او رمي ربيع على ما نزل يعني اعز اقولك انه قبل التغيير ده بالضبط بدقيقة كنت قاد مع صحابي كنا متفرج مع بعض فقلت لهم الوقت الحالي ده لازم بيرسي تاوي يطلع ورمي ربيع ينزل لان هم هيعتمدوا على الكورة طويلة معندهمش حال تاني انت خلاص قفلت لهم الجنات بتاعتهم فهو كل الكور وبالضبط هتتمد على الكورة طويلة انا لسه وخلاصش كلامي لقيت رمي ربيع وقف على القرط وده احسن تغيير مبارح كل عرامله بالنسبالي لسه كنت اعز اكلمك على التبديلات التبديلات والتغييرات بتاعتمارس الكورة في النادي بالنسبالي ده احسن تغيير كل عرامله مبارح ممنوعه جيت نظراني انا نزل سردباك ثالث مش قص سردباك ثالث لا ونزل سردباك طويل يلعب بالنوع كويس لان هم يعتمد على الكورة طويلة هم ما معندهمش حل تاني خلاص انت بتكلم في اخر خمس دقايق او اخر ثلاث دقايق فهو كل كورة طويلة طلع السردباك طلعه قدام شوية نزل فرود تاني جنب الفرود اللي بيلعب فخلاص هو بوقف قدام فعايز يعمل كورة طويلة لعله عسى ضرب الجزاء بقى حد يلمس بدماغه اي حاجة فخلاص فانت برسي تو طلع ورامي نزل بقى عندك ثلاثة بيلعب بالنوع كويس جدا مع حمدي فتحي لما طلع ونزل ديانج بقى بيلعب بالنوع كويس فخلاص انت قفلت الحتة بتاعته اللي هو عايز بيلعب عليها فانت كل كورة طويلة بيعملها الاهلي واخدها احنا واخدنا خلاص سواء رامي او ياسر او عم منعم انت قفلها قفلتها والكورة التانية بتنزل للعادة الاهلي فانت بتروح بحجمة مرتدة بتروح بانفراد بس انفراد ضايع انا انا نفسي كان نفسي يعني انفراد او اتنين من دول انت تطلع من هناك كسبان اتنين تلاتة انا كان نفسي يحصل كده بصراحة كزي ميقوله كده ككوير ايه الو انت اقع برضو تفرج على الماتش قول ياريت يطلع ده وينزل ده انا بالنسبة لي كان نفسي ياريت يطلع حمدي وينزل افشا يعني حمدي يطلع حمدي ما كانش موفق انباح بشكل كويس او ما كانش عارف يقف على كرة بشكل كويس زي ما كان بيعمل الماتش اللي فات او اللي قابليه افشا بيعرف يقف على كرة كويس بيعرف بصير كويس بيعرف يوصلك كويس حتى بيعرف يعني بياخد فولاد من اللعيبة بشكل كويس فانا فعلا انا بالنسبة لي كنا محتاجين افشا بارح و افشا لما نزل عمل كده قدر ينزل ويعرف يستليم ويطلع الباك دوت ويطلع الباك دوت كور عكسية كتير كور ناحية تانية كتير ووصلك بكذا كورة فالشكل اختلف بعد لما افشا نزل قدرنا نمسك كورة ونستحوز على الكورة بشوية في نص الملعة فبالنسبة لي كان افشا مبارح تغييرة برضو من التغييرات اللي كانت مفيدة هما الخمسة اللي نزله كانوا مفيدين جدا وقدوا بشكل كويس جدا بس الرامي ربيعة بالنسبة لي كانت احسن تغييرة وبعدها افشا كان والسلية لما نزل برضو مع افشا النص الملعة بدأ يتضبط شوية بدأ يبقى فيه كورة بتعرف تستحوز على الكورة بتعرف تمسك كورة بتعرف تقف على الكورة بتعرف توصل الفراودة اللي قدامك فخلاص انا مش عايز حاجة تانية